حكاية الليلة اللي أول مرة فيها غادي نقول لكم بللي أنا شخصيا حطيت سلاح دي النصيحة فيها باش غادي نبدأ والبداية دي لها القصة كلها غلط في غلط كلها إشارة بللي أنا واحد الحاجة ما فيهاش خير ليك ولكن فاش كتنوضي كتتسرعي مع الحكمة دي الملانة هذي هي كتكون النتيجة تبع معي القصة عافكم وما تفقصوش بغيتكم غير تستفدو حيش بشرة منها عادات سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي كانت من لكم تكونوا بيخير والأخير أموركم هانية وأحواركم طيبة عاشوش حالة عندي في الساعة باش كنصور لكم دابا هذي الزجو نص دي الليلة عالي باش نكون معاكم في الموعد ونمتعكم بقصة الليلة واخا غادي تفقصكم ولكن كيف قلت لكم في بداية الحلقة غادي تستفدو منها فهو اللول ما تبخلوش عليها باناكم تغطو لازر الاعجاب التحليمات يكلفكم حتى شي مجود ونقول لكم بسم الله يلا لنبدأ انا بشرة عشت واحد طفولة اللي هي زونا بساف تمتعت بها على اكمل وجه انا كنا بنا ستادي الخوت وكنا عيشي الحمد لله مخصناش ومن عائلة متوسطة نهار باش التقعود انا كنا مازال في ابتدائي دينا كنت مجتهدة ولله الحمد قصي ما غاديش تبدا في الطفولة ديالي ولكن بعد ما شديت الباك مشيت الجامعة ودرت فيها واحد تخصوص لمدة ثلاث سنين وهنا فين خديت الاجازة هنا فين غاديش تبدا قصي بالضبط في الفين وثمنتاش انا كنت من الناس لي ما تيقلوش وكنت كنت كنت مستمتعة بالحياة بالطول ديالها والعرض ديالها كنت مستمتعة بها على اكمل وجه ودارنا ماشي كانوا متفتحين المهم محافظين واذا شافوا كديرا شي حاجة ماشي هي يادك ضروري سيغضروا معاك عمرهم معتبوني على اللبس ديالي كبرت فيها الثقة في النفس وبالسافة فمن بعد ما سالية الاجازة قلت في الدار وما لقيت ميت دار وانا مولفة غير نظور مثل واحد نهار قلت اجي ندبر على راسي في شي حاجة هو الاول قلت اجي ماشي نستاجي في واحد البلاسة ديال بيرو لمدة شهر واخرجت في حالي من مورها مشي يدد التعام ديال ديبلوم واحد اخر وقلت ساعة وتاني علما انني كنت ندوي بساف مع الدراري ونقدر نتعرف على هذا وهذا كنت عشقها من لالا ولكن عمرني ما حبيت في حياتي نرجع لقسطنا هنا غديبا واحد الكونكور بحال ايها الناس غدين تفعليه ونهار فاش غدين ندوز وانا خارجة من مدرسة اللي دوز فيها غديبا ليا واحد الولد واحد الشاب فشكل ديالو اللي كان زوين بزاف شفت فيه وكملت هضرتي في التليفون بدتي شوفيه وكان شوفيه بتاسم لي وانا كذلك هبطت راسي وكملت راقي قطعت مع ماما حيات يمع من كنت ندر في التليفون وطلعت لواحد القهوة اللي كنت ديما تنجلس فيها كان نركز مع راسي ومن بعد كان نرجع لدارنا ما كنتش نهز باتات المشاكل في دماغي تلقاها تسرح واذا ناضي شي مشكل في الدار كالبسح ويجي وكان نسحب بكل بساطة كيف قلت لكم انا مشيت لقهوة وكيف العادة وانا تنشرب القهوة ديالي داك الشاب اللي شفية غدي يجي يدخل مقابل معايا لازل اللي انا عزيت فيها راسي هو بلية حشمت وضم نقص وبقيت كنا بطرسي وكانت لعوه مرة مرة وكان قول لي ما عارش فين شوفتها دخينة معا كان نرجع لدار الكاسكتة ما كانش ديرها في الأول بتاسم وبتاسمت ليه ومشي تخلص وخرجت في حالي وانا خارجة حسيت بلي انه شي حد تابعني قدرت ولقيته هو جاقل لي يا عفكي وقفي لا بس بخير اني بغيت متعرف عليك بقناتنا نهضره واخداني مراتيالي واخديت من المرتب باللي اصفت ليه ميساج انا فلان هذي هي خدمتي فهذه المدينة الفلانية وراصفتني هنا يا بقينا كنا نهضره عادي كنا نجيبه في الهضراء وما عارش كيفاش ما طلب مني ما طلبت منه حتى القنارتنا اننا ندخلين في علاقة بعضياتنا شهر الأول مزيان شهر الثاني مزيان جاني في واحد الفترة اللي كنت قلتها غير في الدار وما رقيت ما يدار بقيت كان دوي معاه وتنخرج نطلقاه مره مره اخويا ذاك العام دوز الكونكور وهو ينجح فيه يعني اخويا اللي غيبقى حاضيني ارى مشاف حاله حيجاش كان غير حاضيني وكيش كيبية عند بابا وبابا كان ديمتي يقول لي ماشي سوقك فيها مدم انا حي المهم دست شهرين وبدت كان تتعلق بها السيد ماشي ذاك الحب الخايب غير ذاك الاعجاب اللي بدك يتطور بشوية بشوية انا بدت كان دخل عنده الانستغرام كلقى عنده عرما دي اللي بنات سويلتو شنو هادشي قسنا كندبزو انا ويا فتالي قلت لي سيد الله يعونك اولد الناس قطعت عليه اقطع لي فالتالي باش يحاول انا ويشدني بدكي يعيط لي بللي زوج ثلاثة الصباح ويقول لي يا واش عرفتي عليش قنوضها معك حلاش حيش انا سام بغيك هاد الكلمة رعدت لي يا قلوي حيث وخا كنت نسمعها من قبل عند درالي واحد اخرين مكنش كانت سوق ولكن هذه بيتات من جهته هو بديس كان نحس بشي حاجة فارجحنا التصلحنا تلواحد النهار طلبت لي الباسا ديالو حيث اجيالي كان خسر لي بصدفة كنت كان قلوب في الباسا ديالو تكن لقى عنده تصاور دي العرما دي اللي كان كي يعرف قبل مني قادما الزوج من ديمته و الزوج الاخرين هم عليش نركز لكم حيث هم عليش طرع القيصة واحد الفترة من القيصة زعمة وحدا فيهم سميتها عبلة كان معها من الجامعة واحد اخر سميتها فاتيحة اللي كانت عارفها فاشخدم مستاج هاد الزوج بالضبط لقيتش تصور ديالو راحش ومحتندوا ليكم عليهم وخليلي الحياة كانوا مصفتين ليه تصور وفيديوهات اللي هو كان مسجلهم انا زيدك شي في يوسبي وخبيته عندي كدليل فاشمشي تردت معها لان يتيع لهذا الموضوع قلت لهم سح دك شي مبغاش وورجعنا تخاصمنا من جديد ندخلت للاستيقام ديالو ولقيتو حيث فاتيحة ولكن عبلة اللي كانت علاقتهم دام السنوات بقى على التواصل معها بخير كانت تناقش معها وبدأ يحيدها ويردها ويزيد يدخل بناتو اخرين سهلت معها علاقتي ووديتها فراسي رجعت كنجلس في البلاست المعروفة في القهوة حتى سيقف عليها مرة اخرى بعيد مني اعطني اتساع بدك يطلب مني اسماحة وجب معها البسي وبقى عليها ها انا والله حتى نحيدهم رجعنا مع بعضنا والبناس اصحابتي يقولوا لي ارى فلان كان نشوفهم معها فلانا وفلانا وفلانا وكي بدوك يعطوني الدلائل وفاشكا مشي عنده تبقي يقول يا لا ذكرة طيح مع صاحبي وهذيك كدوي مع صاحبي المهم العلاقة كانت مرونة وتيموت على البنات وما قدرش يشد معي الطريق من الخر فدوزنا العامل الاول بحال هكا سالينها بلوكيتو وبلوكاني ومشيتدوز الانتحان ديالي وانا انصوني اليه كنت لهراني نجحت قال لي وشو بالصح يا راه فرحت لك وورجعت يدوي معي من اول وجديد مشيت تحولت من مدينتي لمدينة واحدة اخرى باش انا يندوز واحدة تكوين لمدة عام ذيك ساعة كنا دخلنا في 2020 مشيت لك تكوين وكانت لقى به وهنا فين غالي تبدقي استمعاه المكفسة انا ذاك كنت كريت انا واختي وما كناش مع بعضياتنا بحال الخواتات كبرنا كل واحدة شدة تقار ديالها خسي ما كتتسوق لي وانا كذلك انا كنت اقول ماما انا غالي نبات مع صاحبي حدا كنت تقول لي يا سيري وكانش الطاكسي وكان مشي تنطلع لمدينة اللي فيها وليدية باش انا يمشي لعنده كان بات معاه ولكن ما كنتش كتوقع شي حاجة ليه كبيرة وصراحة هادي كنت اخبذ حاجة درتع في حياتي كنت كتدوز معه واحد لوقيته اللي تكررات هاد الحالة ما مره ما زوج ما ثلاثة تلوحد النهار قلت الماما انا غالي يمشي عند صاحبتي قلت لي يا سيري قلب هتشووش كتصوني عليا وغالي تلقى التليفون ديالي طافي اعيات ما تصوني والو هو مشي لخدمة وخلاني في دارو وقال لي حتى نرجع ماما صوني عليا وكنت لابسها تي شيرت سؤلتني فينك مع صاحبتي دوزي هاليا ندوي معاها قلت لعب لاتيا ما مره كتدوش ديت كان ندخل وكان خرش في الهضراء سؤلتني من الخر في نراكي ابو شراء قطعت عليها حياتش تخلعت وما عزش نغادي نقول بقيت كتصوني لي وانا كان قطع وكتعاود وهي تصوني فين كاينة قلت لهم عديرة مع شراء واحد ضيروني اخوتي وبقى كل واحد فيهم كي يصوني علي من جي ويقول يا فين راك اذا بصح في المدينة اللي في اختك دابة غادي تشدي طاكسي وغادي ترجع عندها قلت ليهم لا انا في مدينة فين كاينين توما قلت لي ماما صافي غير اجي ما غاديش نقاذيو قلت معايا في ابل فيديو حتى وصلت للدار والقيت بابا طيح للأرض وماما كاتبكي قلت لي شو مدرنا لك شو كون هو هذا مع منتيا فعيطوا لي وبقى تختيك تعير فيه يا شماتة يا الفاعل وما خلوش ليه قالوا لي غدا نطلقوك في المدينة اللي فين كنت كنت ندير انا التكوين بغنا نطلقو معاك في حلان ذاك شي اللي كان حيضوا لي التلفون لغد ليش دينا الطاكسي انا وماما وبابا واختي ومشينا للمدينة الاخرى وطلقنا كاملين وانا كنت رعد عائلتي دوروه قالوا يالله انجلسوا في قهوة قالوا لي لا ما غديش نتعتعو مننا انا تنظروا معاك واش انتكة تبغي بنتنا ايه 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 تزوج بيها وهم كان عند بالهم باللي انا وقتصص ابني ولداللي شي حاجه ليه خيبة قال لي هم وخة ولكن حتى تكمل السلاج ديالها باش انهم يصفطوها المدينة اللي غادي يتخدم فيها وديك الساعة غادي نجي قالوا لي صافي ان شاء الله كون اش ترجع في حاله بقى معايا غير ماما واختي اللي بحيله ماش يختي لقد كانت غير حاضياني بقوة ما كانت تحامل انا وياها بقى تقجاني وتليفوني كانوا مخبي انه عندها وانا خرجة مستاش كنسمع بشرة بشرة تنظر تلقاه هو نقص عليه مشيت عنده وازدت كان بكي قل لي ما تخافيش ها بشرة انا غادي لدارنا دابا عند وليدي باش ندوي معهم باش انهم ميجي واخطبوا كلية وانا بقيت كنظر معها بتخبيه على دارنا من عند صحابي جاءت كورونا ارجعنا للدار ديالنا اخوتي دراري ما كانوش تيقل الخبار لهذا الشي انا بقيت كان ضعاف كثرة المشاكيل من سبعين كيلو لتنين واربعين كيلو معا كنا غير في الدار ومزيريني ومحيدي لي التليفون كانت المراقبة المستمرة ولكن انا شنو كنت كان دير انا كنت ديما تعمشي الكوزينة وكان غررت ديما راسي في الشغال وانا حاطة انا ذاك تليفون في الطابلية غير هما تيخرجوا وكيخليوني كمده كان دوليه فاشتي قشعوني مرة مرة يعطوني قتلة انتي فعلتي وانتي تركتي في الوقت فاش انا تناكل عليه العصى من عند وليديه وعيشة الروع في دارنا سيد عايش الحياة واخا كورونا كانت يمشي بالليل وكيتلقى ببنات كيهزهم هو واحد الفاسد ديال صاحبه اللي كان بزوج زعماء يا حسراء واحد صباح ماما كانت قلت ليه نوضي لبسيح واجك علاش قلت لك غير نوضي وتبعيني حتى كديني عن الطبيب وانا كنت غدا بالبكاء ماذا غياش شافني وقال ليهم بنتكو مرة بقى عذراء خرج مع الصباح والحتيك الشهادة اللي كتبرأني على ماما وزدت حقتت على وليديه وما بقيش بغنك لسمعها ديال العائلة دايز ديك المدة وقالت ليه ماما تصلي بيه وسوري فوقاش جايين وليديك فاشادرت معاه قال ليه غيري فتحو الطرق غاد يجيو تل واحد النهار وحنا تنصلحو في الدار من بعد ما عييت معاناني سوري فوقاش انتاجاي غايصونع ليه واحد صباح وغادي يقول لي اراه ماما وخالتي جاي اليومة وقال لي داركم يوجدوا راسهم كيفاش ماما كو خالتك فلان فين هو بابك؟ بابك الدم غاديش يجي علاش هكاك؟ مشيت كان جري كان قولها ماما وعلاش ما علمناش؟ قلت لك يقولها ليه مر قبل شوية قلت ليه ماما قولي ليه احنا غادي نتلقى وفلقهوال فلانية لانا اضطر عندنا مرونة وكتبنا وذلك ما كان غير باش للبس بعدها كانت حالتي كنت ضعيفة وعيت ما نقلب شنو غادي لبس قلت لها جلابة تلاقينا شو هدي نقول لكم ديك خالتو بمعنى الحارفي باترونا شو فيها تقولي هدي فيت لها الشيخة اعز الله وقدراكم وفعلا عرفت من بعد باللي انا هو فيت فيها الشيخة واحتازلات غليضة وكلها عمراض هوبات وشالوطية هو كان قلت على برامعة الشفور دي الخالتو سلمت عليهم ماما وخالتو اللي كانت كتضرب حيث امو غير سكتا قلت لها ماما ايو وخا ما شي بلصة هدي باش نتلاقاوا قلت لها ماما را والدكم لي ما علمناش من قبل وضارنا عند نارا من قلوبا وعمرا بالبناية وضعت عندي خالتو وقلت لي ايو المهمة بوشرا فاش يكونوا عندكم شي مشكل حلوه ما بيناتكم ماشي فاش تكوني زعمارة كي عايشة مع الحياة ما تفكروناش وفاش تدابزو تسوني لماما كويبدا كي يشكيها لينا وما تبقيش تسفيف الدري زعمارة تخدام واحد الحقارة واحد الأسلوب واحد قلة الأدب قلت لها ماما حتى نرى بنتي بخدمتها قلت لنا ايو المهم ايو المهم را الهيدورة فاش كا تبقي كا تسفيف يا را كا تقرع ماما اكيد ما عجبتش ذيك الهضرة حتى انا شوية قلت لنا ايو من هنا واحد الشهر غدي نجيو ندير الخطوبة اللي هي رسمية ومحتها قد نديرو العقد ذك شو اللي كان بقينا نتسنوهم داس ذك الشهر وانا صفتوني لواحد العروبية بعيدة بزاف باش انا يمشي نخدم فيها كنتم استغلل الفرصة في ذيك العروبية وكندوز معاه وقت ونقول لدرنب اللي انهو ما عنديش انا الريزو بقينا بحلاك اكثر واحد النهار غدي عيدت لك بابا وصولوش ما غديش جوه فلان قال لي را مزل معطلين واحد شوية قال لي وعلى الاقل غدي ندفع باش انهو ما يعطوك الرخصة دي الزواج في خدمتك لانهو كان خدم مع الدولة في واحد الميهن اللي كان ضروري فيها الرخصة وانا ندفعنا بقنا كانت ناو فادوك الشهورة دي الانتظار دوزو علي العذاب كي يدبز معايا وكان لقى عنده لبنات وانا غرف العروبية وصيدة عيش الحياة وكي مرمد فيها وكل ما تدبز معايا تيقول لي صفت لي الف الفين تلتالاف لدرنب وانا خلت انصفت في الفلوس وماما كل مرة كتسوّلني في مشا الصلاة لديك كنقول لي وانا راني شريت كادا وكادا وانا راني شريت حتى شي حالا ما بقى لي يا فرانكو هو التالي كل ما كان كيت خاصم معايا كنت انا كنصفت له بحيلا كنشريه بقى معايا وانا نهارسونا على دارنا وقال لهم انا سريت مع بنتكم قلت لهم لا رغيرت قلقتوا وتناقشنا دللت دارنا مساكن بقى علينا اذا بغيتنا نرجعوا تلبي داركم وانا دياعي ومعايا في الاخير قالوا لي يا ضبري الراسك انتي اللي بغدت سيريعيش فيه ببحدك بقيت معايا ورجحت واحد عطلة لل وانا ابطاء واحد الصباح من دارنا غادي نتلاقى معاه وهي تلحق علي ما ما لقيتنا بزوج كأننا كنا خارجين وكانت حظياني غادي تحيد لي يا لكارت لي البنكة وبقى تتعير فيه ومش الخدمته انا بالخلعة غادي نلوض نصوني على البنكة وكتلي او ما رطحت لي يا لكارت ومي بلوكي واه مما فاشد غا تشوف ش حال عندي في الفلوس غادي تصرت له ذيك لكارت كانت غادي تشل المسكينة بقوة الخلعة تعصبات وقطعت علي الهضرة وبلوكتني شي خمستاش اليوم عاد تصلح كنت في الدكرة العربية قليل في كم شيل دارنا وكنت خالق معهم المشاكل وحقدت عليهم وبغيت غادي نزوج بادي شلابه باش أنا نمشي بقى نفس الصداع والمشاكل وديمتي يقول لي يا صفتها لي يا صفتها لي يا صفتها لي يا تل واحد النهار وشهر ثلاثة قال لي يا رأى خرجت بوشرة الرخصة قلت هل ما مودينا كان وجده العارف فاش قلت لي صفت لي يا ما عنديش باش نعونك خالتي قلت لي يا دير الكريدي فعلا غادي ديرو فيه 15 مليون اللي اعطته منها خمسة ودات الباقي كله باش شراء البيت النعاس وبركار ووحد الصالون وطلاج والفران قلت لي هذي أنا غادي ندلكم بها العرس وغادي نشلف لنا الخاتم والداز ذاك شير خاص نديرو أنا وياه صدقة خالته اللي غادي تكلف به بقينا بحلها كاك وديما ماما مبرسطاني علش ما تيهضرش علش ما ساهمش غير بش باركة واحد نهار جيت نصوني على ماما بالغلط غادي نصوني على الشرطية دير خالته عاودت صونت لي وقالت لي في الماماك ماما مشت تعزي واحد سيدة من العائلة اه اي وصافي اذا اذا أهلا ماتلكم شي واحد سأجل العرس اي و لا رح نعلمي الناس وكذا قطعت عليها اهلا بغاه باش انا ويت تاجل حيتش ما بغانيش انا يتزوج بولدهم حيش ما حاملني ايش هذه خالته اراها اي بليس ولا هي كانت كارثة من شتك لتكنها الماما قدت لي اذا مشوا تفلو علينا احنا غادي نفضو هاد شي كامل ونصدو هاد الباب بقيت كانت الباع عفكها ماما اللعفة كلها تصوروا ماما دوست مع خالته وقالت له الكلامة هي كلمتي والعرس غايد دار فاش نبغي انا قطعت علي وقالت لها ماما وقالت لها بزاف علي انا بوشرة هاد التل وخيبقى فيها عرق واحد هاد العرص غيدر في الوقت اللي يدرنا احنا بقيت كان صوني عليه وكان طلبه تيقولي يا دبري محينك انا راني ما سوقيش اخواتي كاملهم تيصونيوا على خالته كيرغبوها ومرا كتجاوبهم مرا كتقطع عليهم كيصونيو عليه هو تيقول لهم سيرو هدروا مع خالتي حيث انا ما عندي ماندير لها قلت لها واحد النهار ماما اعطتني الخادية اللي عصو على كبري وقالت لي يا احنا يا هو قلت لي ها هو عمرني ما منسا ذاك النهار مسكينة قلت لي يا سيري عيطة عليه يجي ديك من هنا يا حيث انا ذاك كنت زيرته وطلعت بوش جلابة مبهدلة معاه وحالتها ودرنا العقد فاشخالته وصاقت الخبار دوات لي وما خلت لي يا غير لي نساته وبروكاته انا عيط له وقلت له ايه يديني هاشم القايم عدارنا مشيت دخوت وعطتها غير البكاء داست يومين مشيت العربية فين كنت خدامة وبقيت قلصة تمامة وهو تعيت لي غير صفتة لي واحد النهار صفتت لي يا خالته اذا ما بغوك شداركم انا بغيتك يلا اجيوا لعندنا مشيت انا وياه وكانت حالتي واحد تعامل داروليا بحال الجفاف حيث ما مشيتش بالعز نادو داروليا عرص وداروليا فيه الفولار تخيلوا معايا ناس فرحانة وانا قلبي غادي سكت وما خلت ليش خالته كتقول لي هاش هذه عروسة لتزوجتي ما لهم قطعها مش شجرة ما جاوش عائلتها دوزنا العرص اللي قصروا فيه هما بينا وداروا بينا الفراجة رجعنا في حالنا ولكن قبل شدته في واحد البيت وبخص كتعمر فيه من المثالة جعتني قتلى ديال العصة في البيت علاش مش كون عرف رجعنا لمدينة فين كين هو وهنا بغي يدخل بيه قد يوقع واحد سؤسفة هما بيناتنا واصبح فجأة وحشا داست هادي ومع عندي زوجت تليفونات هي هزلية واحد واخدها فجأت انقلبوا لي واحد من نهار لقيته عامر بالتصور ديال الابنات من جديد ورجع كيدوي مع ديك خيتي اللولة اللي كان مطهول معه ومع بزاف ديال الابنات والهضرة كانت غير مصنطة لتحت ماشي انتها واحد مزوج واشي حتى انتها شاب متأدب مخلق بيت كانت تدبز مع هزل تليفون ديالي وهرسولية كل نهار ولات عندنا واحد الروتين انهو كي جيكي يعطاني قتلى ديال العصة الخيانة والسبان ومعه كان عارفني انني قاطعة مع دارنا وفضلتوا عليهم كان دير فيها ما بغى عائلتي مساكن ما قدرواش يفرطوا فيها وتصلحوا معايا وبديت كان مشي عندهم من اول وجديد بكثرة العصة اللي كنت كان ناكل واحد النهار ضرق لي عيني جمعت حويجي وقلت صافي غادي نمشي وهو بدتي بكي علي وانا ما قدرش نعيش بلا بيك وانا غني نحيد كل شي وانتي هي حياتي الى ما اخره فعلا حيد كل شي وسمحت ليه عاوتاني مراهب بزوج سيمانات عادة حليمة الى عادتها القادمة الخيانة ويخرج وقت ما بغى ويسدع ليه الدار وما تخرجيش وما تفعليش وما تزيزيش ووالديك وما تضيليش معهم حتى نحضر انا وعيدي دوز علي الصراط والفلوس ما تبقىوش ليه كي يخدم ليه كل شهر ككل مرة عيت من صبر انا غادي نختصر لكم في الحكاية دي البوشرة لانه غادي غادي زيدو التفقصو سامحت بزاف على حويج لي ما كيسمحوش فيهم الناس اهانها دمرها خدوليها فلوسها ضربها كل شي دوز عليها ولكن بقى وخاك كم تشبتا به كادقول البوشرة وهي كتحكي ليه حصلتو من جيد انهو تيخوني اكتشف بلي انهو تيغضر مع واحد النمراء اللي في الاصل هي دي البنت ولكن كانو وضير عليها واحد اسميان تعدري ونطعيت عليها وصولتها شكونتي في الاخير عطتني قاع مع منتي يدوي وشكون ومع منك يتلقى وشنو تيدير وفي كل وقيتها قلت لها سيري قولي ليه بلي انهو مرتكرا سقط الخبار جاد دار دراسوا بلي انا ومعرفتشي حاجة هذا ستلت ايام صونت عليها غادي تقولي راي عاد صونة عليها راجلك انا ما عجبنيش الحال ازيت راسي ومشيت تفرقعت عليها غاي خسر عليها غير راي انا هكا دير بغيتي مرحبة ما بغيشيش سيري في حالك تكفرت وقلت بزاف عليها هادشي مرانيش نقد عليه عالي طلغتي وقلت ليها غاي شنو كين قلت لي هزي حويش كهربي جمعت حويجي ومشيت للدار دي العربية فين كنت كان خدم في الليل فاشجة بدك يصنع عليها وعلاشها بوشرا علاج سمحتي فيها انا مزاوك فيك ارجعي والله ما نعود نهزي عليك يدي ويبكي ويدمع انا مزاوك فيك خير تلاقيني اختي كتقول لي اياكي انا كتلقي بيه ولكن بحل الحمارك كل مرة اعزكم الله مشي تلاقيتم بدتي يبكي وعيني حمارين قلت سيد صافره هتاب شدني جبدع ليها جنوية وفاس غادي قلب دك جنوية وبدك يخبط فيها بها وضرب من مرة اخرى العيني وغييقل لي اعتر في دابة ولا اندبحك بقيت حتى ندخل وكن نخرج في الهضراء شو ما غادي نقول ولا شو ما غادي ندير داني الدار ودووز علي لي لك حلا استدي الصباح وباقي ما ذاتي يزرق فيها خليت وغير خوج من الخدمة اهزي تراسي وهربت للدار للدار اللي كريت الاخرى وقاديت طالب ديال الطلاق وانا خارجها طلقاني حيليا ميلف اقطع لي العقد هربت وبيتكنصوني الاختي وكان اعود ليها تبعني وركب معي في الطاكسي ومشى معي من جديد كيترعد وكيتلب وكيتبكي انا بطيدي اذا بغتيت ارجعني اجي طلب سماحة من وليدي اياه وطلبني من عنده من اول وجديد فاش قلت الاختيرات سالحنا قلت لي يا وخا انا جاية حطيتها اي اخويا مسكينة في واحد الموقف اللي كان خيب ولا يحسدوا عليه اخويا صغر منه بدك يغوت عليه انا نظرت فيه وقلت له انت رى ماشي سوقك بابا قال لي يا والله لا دخل عندي للدار انا فاش شفت بحلاكك سمحت فيه وزدت سمحت في بابا بابا اختي واخويا سيعيطوا لي وانا ممسوقه مشينا للدار وقلت له اخويا مني طلبت مني سمح الله يسامح نرجعوا مع بطياتنا وهذا كان اكبر غلط مرة اخرى غادي ينديرو داست شهر لي كانت ساليمة وقطع لي الهضرة على دارنا ارجع كي يهزع ليه يدي وكي يخسر معي الهضرة ولا كي يدوزع ليه كتر من الاول غادي نقذو التكرار في الاحداث وغا نمشي لما قبل النهاية باش انا نختمو هاد المهزلة انتا اختاريته على واليدية وكي ضربني وكي بكي عليها وكي نسمح ليه وكي خوني وكي بكي علي وكي نسمح ليه وكي يخوني وكي بكي علي وكي نسمح ليه ومشاكرا داروحد اخرى انا قديت اموري باش انا يندفع عيط لي سبني اعرق لي قدام المحكامة وقدام الناس انا اللي غادي ندفع وغادي نخلص الملف ديال الطلاق نهار مشينا نحضروا للجلسة مشيت انا مقادة ومانتكا هو جاي حالته كانت فيها خلعة ولكن ما بينش ندخلنا وصلت نوبتنا سيدة سولاتنا وش ماكيش صلح قتلي هلا قاتلينا اجو مع الحضاش نديرو الجلسة مشينا بقاسكا تسولنا انا تنقول غير الله ما غاديش نتالحو شوي قاتلنا اجيو مع الزوج باش انا كم تخطو حكم ديال الطلاق مشينا ودارنا وما كاش عندبانهم هات الخطوات حيث كل مرة كنت كنقول لهم غادي نطلق ما كونش كنطلق فاختي الواحدة اللي بقت معها على تواصل كنقول لها الحقيقة اللي عايشة فيها رجعنا مع الزوج خدينا حكم الطلاق وابدنا كنهضروا بزوج تي قولي انا ما بغيش نطلق وبغينا نكمله قلت لي وخا غير نطلقو حتى بدفعنا الميلف ونبعد نرجعو بعض اياتنا بالعاني غير باش محكر علي وانتفرقنا وياه مشينا اخذينا حكم الطلاق ومشينا عدد العدول باش انا نوثقوه خلصت صندوق شي 850 درام وو ما حط حتى شفرنك حتى حاجة منجيبو فاض الموضوع تخيلو معايا تم صداقي تيقوني اذا قلت لكم بلي انا والدابة فاش كن اضر معاكم ما زال ما اخذيتوش تنازلت لي على جميع المستحقات ديالي وحتمت لقي بكل شي خرج لي من جيبي المهم فاش مشينا نوثقوه واحد السيدة قلت لنا بلي انا وبإمكانكم انكم ترجعوا مع بضياتكم قل يا صافي انا مباش نطلق قلت لي اخترام بغيش يطلق ودبارة مشال دارهم وهو انا ده كان باقي ما زال معايا غير كدبت عليها سيأتي معايا الضار اللي كريت وقلس معايا في هالووكاند وعرفتو شنو غادي يقدر يكون وقعه نهارا البعدة بالسنوية ومن جديد جاء السعر ديالي وقالي يدابة غادي ماشي ونطلقوه ربي حفظني انا ما تستطيتش قلت كنضرب فرصي وقالي باش بغيش يتحمقني افلان قالي يا يالله نوثقو ديك الورقة ماشينا نوثقوه وقلت لديك العدول اهج نوثق مع بيناتنا وروقعت حلاقة ورشي شهرين وانا قطع الكينة قلت لي خاسنا نتأكدوه وشكين بعداش يحاملو للا شدني السيد وداني لواحد الخلاق تي غوة على حراجات دياله وهذا جنوية معاه وهذا يحسرارا كنخدم مع واحد البوست في الدولة خسو يكون عكس قلة الامان ما علينهاش عيث ما نغرب فيه ونطلب فيه بدك يضربني باللورجي الجنوية جيت نشدها جرحة صباعي مدعلي يا دابة غادي مشيو نسني وطلاق ولا غادي ندبحك هنا وارتاكب في حقك جريمة داني عند العدول وطلقنا باختصار انا عود لكم على اليوم ده باقي الصومة فيها انه رجعت يطلبه كيرغبش انه يردني رجعت علاقتنا ولكن هذا المرة بدون عقب نكاح كل مرة كان صفت له الفلوس وانا بحل بهلا غير تنعطيه هو عيش حياته كل واحد سكن ببحده ولكن سيبقى عليها ما تخرجيش ما تسافريش ما تدريش كأنه مزوج بيا سالات العدة ديالي معاه ودارنا ساقوا الخبار باللي انا اطلقت طلبت منهم انني بغيت نبقى حرة نعيش ببوحدي وندير اللي يبغيت لانه انا مطلقة اذا جيت لعندكم سيبقى والعينين مركزين عليها وصل العيد مشيت نعيد مع ظهرنا والعائلة ما نكذبش عليكم الحد الان هو تيغبرة بثلث ايام اربع ايام وكي عاود ندوي معاه انا ما قداش نبدل النمراء وما قداش نبعد منه مع العلم انني بدلت حياتي ولا تحيات جديدة وليس كان نخرج كان تقضى الراسي وكان نخرج مع البنات ولكن دابا بقى كانت جيني الغيرة اذا دوام عاشي واحدة واذا شفني مرتاحة كي يجي كيدوي معي باش يبرسطني انا ما بقيتش عارفة اليوم شنو غادي ندير بعض المرات كان دمع لاشت اللقص وفي نفس الوقت تقول الحمدلله فيها خير اليوم هو تيحه مالية ويالله هضر معايا وبغاني نعطي خمسمية درهم باش انه يخلص لسورانس ديالتو موبيل فاش قلت له ما غاديش نعطيك بدتي بكالية من اول وجديد ما عاش كيفاش نحيي ذا الانسان محياتي وكان حس بلي ان انا ما زال مرتبطة به طلقته ولكن ما زال كان جبته مرة مرة فله اضرابه باش ما ننساشه ما انسانيش هذه حكايتي وهذه هي كانت حكاية بشرة يا سادة يا كرام الخلال كان بين من الاول العلاقة ماشي صالحة كانت بين من الاول جواب انتع كل شي كان من الاول انا ما فهمش كيف اجادتك خاطرك انك يتمشي في هذا الشي كامل نقدرون قلو انتي مدلولة سمحيلي الي اذرت معك بهذا الاسلوب ولكن خسنين في يقفيك الكرامة ديالك نقدرون قلو انتي مدلولة نقدرون قلو انك يبغى العدب لراسك ولكن دوك الوالدين ديك العائلة ليش غادي تدليهم واش انتي ما كتستهليش انك تكوني فرحانة في حياتك ما كتستهليش انك تعطيك فرصة ما كتستهليش انك تكوني مع الشخص صحيح اللي يقدرك ويقوم بيك وعائلته تشوفك وتحتارمك واش انتي ما كتحتارميش راسك باش انه تنضي ترخصي راسك وتتعطي راسك لأي واحد علش هو وغير معدبك وما تحتارمك شوكيقية اللي يضربك علش هو وخانك ما مرة ما زوج ما معشرة علش هو هو تيفسد من موراك علش هو وما لاقيش الامان معاك علش اختاريتي هو ما اختاركش قلسيش انهار مع راسك وصولي راسك هذه الاسئلة علش انا واش ما نستهجش اي واحد اللي يقدرني ومن يدري انك تعيش احسن بكثير من هاتش اللي كنت تعيشين من هاته وقلة الاحترام وقلة الكرامة انا صراحة ملقيتش نصيحة ولا عنوان وفي المساج كنت جاوبتك وقلت ليك شير اكثر من السمحيلية ولكن بغن فيق فيك الضمير ديال كرامتك ديال شنو كتتسوي عند راسك عطي فرصة لراسك ديال في خدمتك كوني راسك وطوري حالتك ودوزي الحاجة واحد اخرى ما كيستهلكش شيد الانسان اللي دير بحلاكة وعائزه دير بحلاكة انا كنت طبع لك عليها عمرك تفرحي معا في حياتك لان هذا النوع معروف شنو هو التالي دياله ما كن غير زهول فاساد الى ما تاب ايبقى بحلاكك انا عافق انا اللي غدي نقول لك اعزي راسك اعطي فرصة لراسك مازال بقى صغيرة مازال فين غتشوفي الحياة انا اتقل عيشي ترفي السرطان في الدات ديالك غي يضرك غي يقلمك واش يسحبك بالان اقول فرق سهل ما سهلش ولكن نفضل نبكي على واحد الانسان شماته شهر شهرين تاع عام تاع خمس سنين على انني نضيع راسي ونعيش معها حياتي كاملة في الخر ما يحترني ما يقدرني اعزيها تعزيك بلوكيه حاولي اليوم حاولي غضاء وبعد غضاء وما تتسلميش النفس ديال كل هوا ديالك وتذكري انه من ترك شيئاً اللي الله عوضه خيراً منه اعوضي الفراغ دياله بربي فشي فتوحشيه سري صلي جوج ركعة لربي وقولي يا ربي يا ربي هاد القلب فني غير فيك غنته فني في ربي وكني معه ربي وربي غدي يكون معك وغيعتك اللي بغيتي وحسن غنخلي متابعي الكرام انهم يخليوا رأي ديالهم دمتم في رعاية الله وحفظه سلام سلام